المشكلة سيد دوسوئي كان أقف معي طول السنة إن كان سأل سأل هو كان يقوم بيجابني وهو كانت شبيبه خال علينا بمعلومة و كل حاجة كان بيسعدنا بيساعدنا بيها شكرا فعلا انت عابوا معي هو مستر محمد بسوئي من أكثر الناس اللي كانت بتتعب ولي كانت شغالة معنا كفاية الشريح اللي كانت توزعه في الآخر اللي كان بينقص كان بخوف بحكم كأخوة وأن احنا أخواته الزغيرين قبل أي حاجة كان بيخاف علينا وكان بيهتم جدا لغاية ما في الآخر الحمد لله إن كان بمجهوده هو قدرت أن أنا أشرفه في الآخر وحقه لو عايزه أبقى أخذ مركز محتر مستر البيسوئي بردو كان من أول السنة شديد علينا جامد ويعني ده كان مسبب لنا أن احنا كنا متضايقين في الأول بعد كده لقينا الحوار بفايدة لقينا نفسنا كويسين جدا في المادة أحسن من أي حد تاني الحمد لله أجد بفايدة يعني هذا كلنا طالعين مبسطين من اللي منحان الحمد لله فل ربنا وصولنا وفضلنا دفعة 2024 مادة علم النفس مش المادة اللي انت بتذكرها عشان بس تجيب فيها مجموع كبير في السنوية عامة انت لازم تساكر مادة علم النفس وانت متأكد انها أكتر مادة هتفيدك في حياتك في علم النفس احنا بنعرفك يعني إيه زكاء وإزاي ان انت تقدر تنميه بنعرفك كل حاجة عن نمو حياة الإنسان من أول تكوينه في مرحلة الجنين لغاية مرحلة المراهقة بنقولك يعني إيه شخصية وإزاي تقدر تفهم شخصية اللي قدامك وتحكم عليها إزاي تقدر تتغلب على الإحباطات والصراعات اللي انت هتقابلها في حياتك طب يعني إيه مجتمع وبيكون من إيه وإيه هي النظم اللي بتتحكم فيه مادة علم النفس تعتبر هي المادة الوحيدة اللي هتكمل معك بعد سنوية عامة مفيش أي كلية في مصر انت هتخشها إلا لما تلاقي إن مادة علم النفس مادة أساسية انت بتدرسها فيها هدفنا السنة دي إن نساعدك تحقق أكبر استفادة من مادة علم النفس سواء على المستوى الدراسي أو على مستوى حياتك الشخصية السنة دي ربنا كرمنا بسبعة من أوائل المحافظة والسنة الجاية إن شاء الله معكم هنقدر نحقق مراكز وأعداد أكبر من كده سواء انت كنت طلبنا من داخل المحافظة أو من الطلبة اللي هتتواصل معنا من خلال الأونلاين معكم مستر محمد الدسوقي مدرس مادة علم النفس والاجتماع دمحافظة بورسعيد